السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المشوية او فراخ الحاتي. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا. وبدون اه فرن. وكمان بدون ما تبليها قبليها بكزا ساعة. هنعملها بطريقة سهلة جدا. وهتبقى طرية معاك وطعمها طحفة كده. ان شاء الله هتجر بيها بجد والله العظيم طحفة. يلا بنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوفها مناها ازاي. اول حاجة معانا الفرخة متقطعة ومخصولة كويس جدا ومصفية. وبعد كده مسكت السكينة وبدأت بقى فتح فتح كده عشان خاطر ايه? لما اتبلها تتبل من جوه ومن برد واكلها كده شربت تدبيلة معي. دي اول خطوة تعمليها. تاني خطوة بقى معانا بقى الصينية او الطاصة لحسب ما انت هتشتغلي. هروح جاي خطة فيها معلقة السمنة كبيرة. وعليها معلقتين زيت. وعمر عليها. تمام? اول ما يبدأوا يسخنوا كده معي. هكون مجهزة معي البهارات. ورق الغار ومعنا كمان اربع فصوص حبهان. هروح جاي حطاهم كده على السمنة والزيت. وابدأ بقى اشوح فيهم. لغاية البهارات بتاعتي ما اطلع ريحة كده حلوة. هروح جاي بعد كده نكمل الخطوة اللي بعد كده. هقليها بس تقلبتين كده في السمنة والزيت. وبعد كده حاجة نزل عليها ببصلايا مقطعها شريح زي ما انت شايفة كده قطع كبيرة مش لازم صغيرة يعني. هشوحهم كده مع بعض ورش عليهم شوية ملح. انا عايزة بس البصل يدبل كده وياخد لون بسيط. مش يحمر معي. تمام? كده تمام? وزي الفول. بص البصل يدوب بص صفر معنا. هروح الجاية بقى جايب الفراخ وحطها كده على الجلد التاحة. في الصينية بالشكل ده. تمام? بعد كده بقى هنجهز معنا البهارات. البهارات بتاعتنا من كل حاجة نص معلقة كبيرة. فلفل اسود وجنزبيل وبابريكا وكمون وكزبرة. ونص عود ارفة. ومعنا البهارات السبعة. كل ده كده على بعضه. هروح الجاية حط عليهم كمان معلقة كبيرة ملح. تمام كده? وهقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه. وهبدأ بقى اخضن البهارات وحط على وش الفراخ. طبعا البهارات مش هحطها كلها. هقسمها نصين. نص هحطها على الوش ده ونص هقلب الفراخ وروح جاية حطها على الوش التاني. انا حطيت نص البهارات اهو. هقلب بقى الفراخ خدت معنا اللون اهو بسيط. هروح جاية قلبها. وابدأ بقى كمان ايه? اتبل معي الوش ده كمان. حلوة قوي كده تمام. هسيبها كده لمدة تلات دقايق كده في النار وافضة هشوح فيها كده وشوية كده. لغات الوشين ما ياخدوا معي لون. تمام زي الفل كده على نارة عالية زي ما قلت لك. لمدة تلات دقايق ياخدوا بس كده لون معاك ويشربوا التديلة هيبقى كده زي الفل. هنعمل ايه تلوقتي هجيب تمام ميا كبيرة مع الطعام وكعبات وكمان حطيه اربع تلات دقايق مع الطماطم. هاجيبهم اتبل مع بعض تلات دقايق وبعد كده هنجهز مع بعض بقى الميا المغلية. ما ينفعش تحطي مياه ساعة خالص لازم مياه مغلية. هحط كوبايتين مياه مغلية تمام بكوباية المك بتاعت الشاي. حطيتكو ببيتين. هغطيها بقى بورق السلفان او بغطى حلة على حسن موجودة عندك. وهسيبها بقى على عين على نار متوسطة. ولا هي عالية او ولا هي وطي او بصة هو. ادي النار هي متوسطة. تمام? عشان خاطر بتستوي براحطة الفراخ واللحمة بيحب يستوي على نار هادي. خلي بلك من نقطة دي. مش بيحبوا النار العالية. النار العالية بتخلي الحاجة تشد معاك. فانت دايما تسوي الحاجة على نار هادية. طبعا بعد ما بتغلي معاكي. تمام? انا هسيبها بقى ستها كده لمدة نص ساعة كده على نار هادية. وجيت بعد كده بصت عليها بص بسم الله ما شاء الله. شكلها جميل ومستوية وزي الفل ما اللي كيتش واشاء الله. وطعمها جميل. شربة تدبيلة كده وطرية والله العظيم تحفى هتعجبك جدا. جربيها والله العظيم انا واسقة جدا اللي هتعجبك. رحت جاية بقى جايب معلاء السلسة وحطت عليها معلاء الزيت وخط كمان شوية من البهاريز كده اللي نزلت من من الفراخ. وبدأت بقى ايه اتب للفراخ بالشكل ده. شايفة? اديها بس وش كده من على الوش. تمام? زي الفل كده. تمام كده? هعمل قيتي الوقت بقى هدخلها الفرن بقى تحت الشوية. تغض لون بس كده معايا. هعمل معاكو كمان شوية رز كده يتحطوا جنب الفراخ حاكية جميلة جدا. حطيت اول حاجة الزيت وبعد كده معانا بهارات الكابسل هي ايه? لمون لومي ومعانا صباع ارفة ومعانا فصين قرنفل وورق الغار وكمان معانا خمس فصوص حبهان. وحطيتهم كده في الزيت كده وعد تقلب فيهم لغاية برضو لما يطلعوا ريحة انت هتشم الريحة وانت بتحمري كده في البهارات. بيتطلعوا ريحة حلوة اوي. او ما تلاقي الريحة تلعت معاك هيبقى كده خلاص تمام وزي الفول. بداي بقى اشتغلي في الخطوة اللي بعد كده. تمام? بعد كده بقى كنت غسلة الرز بقى. رز بلدي عادي خالص مش لازم يعني رز بسمتي. عايز استخدام رز بسمتي مفيش مشكلة. رحت جاي حطاها عليه وحطيت الملح بتاعي. وبدأت بقى ايه? وحطيت كمان معلقة نص معلقة كبيرة نص معلقة كبيرة آآ كركم. تمام كده? وبدأت بقى قلب بقى وشوح كل الكلام ده كده على نار. تشويح كده مع بعضه. وفي نفس الوقت كنت ايه? عاملة مية مغلية في الكتل. رحت جاي حطاها عليها. وهقلبهم مع بعض كده. تمام? وازبط المية بتاعتي. بس حلو اوي كده. هغطيها بقى واسيبها بقى لغاية لما يستيبوا معنا. وبعد كده بقى نغرفه ونشوف مع بعض. طعم بسيبوا على نار عليه. او ما يبدأ يغلي معي برحجام هدية عليه النار. واسيبوا بيستيبوا براحته. لغاية ما يتشرب الماء كله ويستوي. كده خلاص الفراح جاهزة معنا اهو بالشكل ده. حطيتها في طبق التقديم. وبدأت بقى اغلب من السوس كده. وحطت على وش الفرخة. تدها كده لمعة حلوة كده وشكل جميل. ان شاء الله بجد والله العظيم انا واسقة لما اتجربوها هتعجبكم. سهلة جدا وبسيطة وطرية جدا جدا. يعني كان في مقطع كنت بقى اطحة كده معاكم باركوها ادي ايه هي دايبة ومستوية من جوة. بس للاسف المقطع ده مش لقيها برضو. اه فالله زعلتي جدا بس فعلا كانت تحفة. انا واسقة ان شاء الله لما اتجربوها هتعجبكم ان هي سهلة جدا في في العمال بتاعتها وما اخدتش وقت ولا في تدبيل ولا في شوي ولا في اي حاجة خالص. وكمان عملت جنبها شوية ترز زي ما انت شايفة كده تحفة كده. ان شاء الله بجد اكلة جميلة جدا هتجربوها واتعجبك. هسيبك بقى كده شوية كده مع حاجات كده انا بنزلها على القناة ووصفات. كنت عامل كنفة كنفة الطاصة. وكنت عامل حاجات كتيرة قوي ان شاء الله تشوفها كده في الفيديو وتعجبك. وما تنسيش بقى لو انت يسا ما اشتركتش في القناة تشترك فيها. واتفع علي الجرس. ودعمي دايما باللايك وبالكومنت الحلو اللي بسعدني دايما لما بشوفه. وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة شكرا